قرر ريتا انا قلت اول ما بدنا نقعد نحكي رح اترك الاشياء اللي هي فيها وجع فيها معاناة فيها فيها كسرة لبعد كم دقيقة يقيتك سبقت علي مني جاي بهالقوة كنت بدي بلش بشي لايت شوي شي يمكن بلك ما في شي لايت بحياتك ما في شي لايت اي قطع لا الحمد الله مبلا بس بتحس الحياة قاسية عليك شوي بحسة هيك بس ما بدي ضل فكر هيك لانه بدي فكر بقصص بوزيتف وحلوة منشان الله يعطيني هالاشياء الحلوة مثل طريقة تفكيري تعرفي انتو عم تحكي عن الحادث اللي رح نرجع نفوت عليه شوي بهم الاشياء اكتر عم تحكي من بحس انه تخطيتي الوجع تخطيتي الزعل اللي كنت فيه وبتحكي من المصدر قوة لكن ورا هول عيون فيه كتير واجع بعض لا ما تخطيت مية بالمية جمانا لا بصراحة بعدني كتير بغص لما احكي عن المراحل اللي قطعتها لانه بصراحة هو مش بس الاكسيدان لو بس الاكسيدان كانت هايلي الناس لا لا اوجاعي بعدين و جسمي كيف تفاعل والقصص اللي صارت معي يوميا بالمستشفى يعني بصراحة ما بقي شي ما صار معي يعني حتى انا عملت شوك حساسية مميت لحقوني على ثواني يعني ضغطي وصل للثلاث ونص انا كان فيني فوتكوما يعني صار معي كتير 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 قصة التهبة تجري عملت زرع عدم لانه مش عملية واحدة عملت كذا عملية فالتهبة تجري صارت سودا يعني صار كل يوم يصير معي شي اذا مش كل يوم كل فترة قصيرة يعني وبلا ما اقعد فترة هالقد بالمستشفى متل ما يكونوا متوقعين تقعد شهر بالمستشفى فهي كانت معاناة على مراحل مش بس انه عملت اكسيدان وخلص مش الحال وهو يعني الله لا يجرب حدا بس انا هلأ يعني خاصة من خلال برنامجي الجديد بيقطع معي ناس مثلا او قطع معي حالي قريبة على حالتي بيفهم على بعض عرفتين احنا هولي تبع الأكسيدان نحنا تبع هولي الاشي الصعب ايه فقط كنت عم نحكي مع الشخص تله عن جاد انه نفهم على بعض لانه مثلا هو كمان ضل ثلاث سنين من بعد حادثه يعني هي منى انه خلصينا من العكيزات يعني خلص ما حدا كسر اجره غيريك ياريت والله ياريت بخلصكن وبخلص حالي مكون مبسوطة يعني الوجع مش بس الجسدي اوقات عدم احساس البعض بخطورة الوضع اللي كنت فيه بتزعل شوي نحنا قاسين يعني فيه ناس تبقى شوي قاسية وبتعتبر انه يعني اذا ما شفتك عم تقولي اخ او هيدا ما بتفعل معي يعني ممكن السوشيل ميديا شوي خلتنا نحنا شوي نروح بالصورة اكتر ما نروح بالعاطفة ما نحس اكتر نشوف شو الصورة بتوصلنا ماشي الحال كمان يعني السوشيل ميديا لعبت في ناس هلا في ناس ما بعرفون يعني انا او غيري حتى ان كان حادث او حتى نزلت صورة قدي بتعرفي فنانين مشاهير يعني نجوم بيتعرضوا لنقد وبيتعرضوا لتنمر من ورا ناس مغطيين ورا هالصفحة اللي عم بيكتبوا عنا يمكن عندهم ون فولور بس انو هن موجودين وحبين عطول عندهم يعني في ناس عندها هيك نوع من كراهية يعني عندها امراض نفسية بتفشها من ورا السوشيل ميديا لانه هي يمكن عندها مشاكل بحياتها الشخصية بالمجتمع المجتمع مش متقبله كتير فكيف بدها اتفرجي انا بتفرجيها من ورا السوشيل ميديا بس الناس يلي منعرفون يلي بتقولي في ناس قاسين انا بلاقي في ناس صخفة مش قاسين يعني اول شيء من اللي منعرفون قصديك من القراب من الناس اللي تعودنا عليهم يكونوا غير هيك اكتشفنا انهم صخفة ايه